فندت الحماية المدنية لولاية البوليدة ما تم تدوله حول توقيف عملية البحث عن الشخص المفقود بمنطقة الضايا وأكدت الحماية المدنية لولاية البوليدة بأن معلومة توقيف عملية البحث بمنطقة الضايا لا أسس لها من الصحة وأكدت مديرية الحماية المدنية لولاية البوليدة أن عملية البحث لا تزال مستمرة لحد الساعة ودائما مع تواصل عملية البحث عن الشخص المفقود بمنطقة الضايا أين نصبت المديرية العامة للحماية المدنية مركز قيادة متنقلا مشتركا بين كل من مديرية الحماية المدنية بالبوليدة والمدية وعين دفلة وتيبازا لتنسيق عمليات البحث في مكان اختفاء الشخص المفقود بمنطقة الضاية أين يركز المركز على جهود البحث وتمديد محيط وحيز البحث إلى نقطة أخرى ميكروفون عاد العباس ميتا التركيز ستكون وين كان المعطف والحقيبة هذه هي النقطة الإنطلاقة لنا نديرها 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 ننجمون بعد هذا تقول لكم نديرها ننكارت جيوغرافيك في المركز نحن عندنا وبالتدقيق ومن المنطلقة هذا الذي قسمنا جل الكورونا الذي يشرف على العملية طانع توصيات باش نقصبوها على ثلاث مناطق كل منطقة فيها عشرين عون اللي حيد دخل فيها وهذه العملية من ابتداء من يوم الثاني بدأت عملية دقيقة متر بمتر اسمو عملية تمشيط وبحث في الأول كنا نديره البحث حاليا نديره في تمشيط